السلام عليكم يا احلى فانيليات اخباركم ايه? تعالوا مع بعض نشطة بالتورتة دي واحنا شغالين نشرح كل تفاصيلها. تورتة النهاردة دي تورتة من كارتون فيلم ابل. اول حاجة انا عملت الكريمة وجلستها كده على الكيك طبعا طريقة الكريمة عملناها كتير مع بعض وما قادرها هسيبها لكم في صندوق الوصف. فردت الكريمة على الجوانب بالسباتيولا رايح جاي علشان اشيل اي فراغات هوى. وكمان هفردها من فوق الوش. بجلسها معايا وببدأ انايم الكريمة وادخلها على حواف الكيك من جوة مش من برا علشان ما عملش اي خربشة تاني. ببدأ امسك السكرابر مقاس خمستاشر سنتي عشان اجلس حواف الكيك معايا من الجوانب كويس. وبرجع ادخل برضو كل الزوايد لجوة. بالسكرابر يعني مرة تانية عشان يبقى نظيف. بمسك السباتيولا بحطها على الطرف. انا ما حركتش السباتيولا. كل اللي بيتحرك معايا هو الطبق. ايدي ثابتة في كل الاحوال. كذلك فوق. ايدي ثابتة ما تحركتش. الطبق لما بيتحرك بيوصل بالسباتيولا للسندر. هنا انا عايزة اعمل بالونات. وانا ما عنديش مولد يعمل بالونات. فاستخدمت القطاعة بتاعت الوردة. بس الشكل ده. عملت لي وردة فيها خمس بتلات. هبدأ اقص كل بتلة لوحدة. كل بتلة لوحدها هتديني شكل بالوني. شوفوا زي ما انتم شايفين كده. عملت الكمية كلها. انا عايزة اعمل فكرة حتة كبيرة فيها بالونات كتير كتير مترصاصة حوالين بعض. كل اللي اتبقى عجنته مع بعض. وبدأت اعمل منه شكل بالون كبير كبير بالزبط كده. هشيل الجزء اللي تحت. هزبط الحواف بتاعته. وهبدأ ازبط الاشكال كلها عليه. سلنا فيها مية وهبدأ احط المية عليه. وابدأ الازق البلونات. لو تلاحظوا مش بحط شكلين او لونين جنب بعض بالزبط. لازم اخلف علشان الالوان معي تظهر. تمام? هكمل كل الموضوع بالشكل ده. فكرة التورتة زي ما قلنا هي فيلم الكرتون اللي انا مستوحية الفكرة بتاعته من آآ كرتون قبله استاذ فريد زين وقلي والبيت الطاير بالبلونات. التورتة دي كانت هدية من زوج آآ لزوجته آآ وكان طالب معاها كمان حاجات لطيفة قوي هتشوفوها في اخر الفيديو خليكم كملي. تعالوا بقى نعمل ايه? نقل بالشكل ده على دينا كده للنحية التانية. علشان نبدأ ندهنه بالشوكولاتة الدايبة. هحطه على ورقة زبدة. واسيح كمية من الشوكولاتة. وابدأ قطلي كده. لو طلاحظوا ان الشكل معايا طري ومش ناشف لاني ما حطتش فيه سي ام سي مش محتاجة احطه هو هتحط من فوق على وش الطرط. وجه معانا الامارين. استاذ فريد زين وقلي. الفيلم ده من احلى الافلام اللي ممكن حد كبير او حد صغير يشوفها. حبيت اعمل قلوب فيها الثلاث مراحل عمرية ليهم. وهم شباب. اه وهم لسه مخطوبين. وكمان وهم اه اه اطفال. اه اللي شاف الفيلم عارف بقى يعني القصة اللطيفة او الحلوة بتاعتهم. حطيت البالونات الكتير اللي انا عملتها معاكم. اه وعملت معاهم خيوط مسكة كل البالونات دي. مشبوكين في بعض بفيونكا. انا مستخدمة هنا اللون اسود. اسود غامق. على اه تب رقم اتنين. اللي هو اللي بيبقى فيه سوق بصغير قوي ده. كمان هبدأ اعمل تزليم للحواف بنفس اه اه التب اللي وبنفس اللون برضو الاسود. نقطة بشدها ونقطة وبشدها عشان تكون بالشكل ده. حطت لهم بالونات. بالونات بقى بجد عشان تكمل الشكل اللي معايا. وحطت لهم بيت كده لونه احمر لطيف عشان اخد لهم صورة حلوة تبقى زكرة كده وسيشن. وكمان اللي كان اه الزوج طلبه للزوجة في في الاردر ده هو زي ما انتم شايفين. حاجات كده مبهجة جدا. بوكي ورد احمر. معاه كمان بوكي شوكولاتة وورد. اه بالونات. الموضوع كله كان مبهج ولطيف. وكان اردر كله كده في سبحان الله طاقة ايجابية حلوة اوي. اتمنى يعجبكم واتمنى تجربوه. في القناة في القناة